السلام عليكم ازايكو عاملين ايه يا رب يكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة كده فيديو حلو وفسريع وبسيط ومرطب كده على القلب عندي كده حوالي كيلو من المشمش بس مش يعني كان مش مسكر ومش هعجبني فبدل ما يتركن او يبوز او كده فقلت استفاد منه ونعمل باي حاجة اي حاجة دي ان شاء الله اللي احنا نعملها هي هتبقى روني المشمش لازم يعني يبقى فيه اي اختراع فيه اي تجديد فيه اي حاجة منعشة في الجو الحر اللي احنا فيه ده انا كده اخدت منه حوالي ستة او سبع حبات كده من المشمش قطعتهم مكعبات كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده والباقي طلعت منه البزرق يعني غزلته كويس وبعد كده شلت منه البزرق اللي بتبقى جوادي وحطيته في مياه ورفعته على النار لحد طبعا لما يتسلق انا بسلقه سلقا مبرحا يعني بحب يبقى مسلوق كويس جدا علشان لما يجد رابه يبقى نعم يعني العصير يبقى نعم يبقاش فيه فتل كده او مش فتل يعني يبقى خشن كده ومهما تضربي فيه تحسين اللي هو منعمش معاك النعمة المطلوبة يعني تمام يا رب اقدر اكون وصلتلكم معلومة او انا كده هقطع كل المشمش اللي معايا بالشكل انتوا شايفينه ده علشان هحطه جوا العصير يعني هعمله كده يبقى وانت بتشربي كده كوباية العصير تلاقي فيها القطع من المشمش يا حلاوة تبقى ايه حاجة روعة وحاجة استفدنا بيها وكنا يعني مش محتاجينها وكده تتركين وطبعا لو تركين اقعد له يومين تلاتة هتلاقيه بوز ويتريمي وشكرا على كده تمام كده تمام كده خلاص كده زي ما انتوا شايفين ابتدى يغليه معايا وبيعمل ريم كده على الوش ببتدي ان انا اشيله بالشكل دوت من حد لما مايبقاش الريم ده موجود خالص وبعد كده برفعه من على النار هو خلاص يعني كده اتهرى بيقول لي ارحميني هشيله بقى من اه هرفعه من على النار وهبتدي بقى ان انا احطه فيه الخلاط عندي وبعد كده بحط عليه شوية من المية وكمان شوية من السكر وابتدي ان انا اضربه طبعا السكر ده حسب الرغبة حسب ما انت ما بتحبي بتحب الحاجة تكون يعني مش مسكرة قوي بتحبها مسكرة قوي بتحبها مزبوطة فحطه زي ما انتوا عايزين وهتدي له بقى الضربة المتينة بتاعتنا اه لحد ما ينعم معاه تماما بعد كان يبتدي انصبه انا بقى طبعا بعد اما ضربناه اللون بتاعه افتح كده بقى غير لطيف بالمرة فروح تحطله اللون بورتقاني بسيط نقطة كده اه من اللون البرتقاني حطتها له وابتديت اه يعني ضربته علشان اللون بتاعه يبقى زي ما هو تمام ودور بقى اللي احنا قطعناهم مع بعض بعد ما شلت العصير يعني بعد ما شلت المش مش من الماء السخنة نزلت المكعبات ديت في الماء السخنة وغطيتها حوالي اه خمس دقايق علشان برضو تترى معي ما تبقاش نشفة قوي في العصير وحطيت في كل كوباية شوية كده بالشكل انتوا شايفينه ده وصبيت العصير الجميل بتاعنا وشوية حركات بقى وتركات كده زي ما انتوا شايفين علشان تدي شكل للقباية بتاعنا يربي الفيديو كنا عجبكم وما كنتش طولت عليكم مع السلامة